السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا تطبيق التأثيرات على الصورة تصفية في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ ماذا نقول؟ أحسنتم باسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي كتابي، دفتري، أقلامي الرصاص، مساحتي وبرايتي وألواني وأنصت وأستمع لمن؟ أحسنتم أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف حدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية إضافة تأثيرات على الصور أما عن أهدافنا الخاصة، أولا أن يستخدم الطالب والطالبة برنامج تطبيق الصور على ويندوز ثانيا أن يستخدم الطالب والطالبة خيار عوامل التصفية لإضافة تأثيرات على الصورة ثالثا أن يستخدم الطالب والطالبة خيار التعديلات لتغيير اللون والإضاءة رابعا أن يفرق الطالب والطالبة بين خيار حفظ وحفظ نسخة وتراجع عن الكل أعزائي الطلاب والطالبات دعونا نتذكر الآن ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ما تعلمناه في دروسنا السابقة هيا أعزائي الطلاب والطالبات تذكروا معي ماذا تعلمنا؟ في دروسنا السابقة تعلمنا عرض الصور، تدوير وقص قلنا أن يتيح تطبيق الصور على ويندوز للمستخدم تحرير الصورة، إجراء التعديلات عليها والتحكم في حجمها، كذلك إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها كذلك تغيير اتجاهها وكثير من التعديلات لماذا نقوم بالتعديلات على الصورة؟ حتى تظهر الصورة بشكل أفضل وجميل تعلمنا على هذه الصورة، تذكروا معي هذه الصورة لدينا دراجة صفراء ولدينا سيارة بيضاء أنا أريد أن فقط أريد الدراجة الصفراء إذن سوف أقوم بقص الصورة سوف أقوم بقص الجزء الذي يحتوي على السيارة البيضاء بعد ذلك أقوم بتدويرها هيا تذكروا معي كيف قمنا بالقص والتدوير أولا كيف أحثر على برنامج الصور في جهاز الحاسب؟ أريد أن أحثر على البرنامج حتى أبحث عن الصورة من خلال خيار البحث الموجود على شريط المهام أسفل سطح المكتب هنا ماذا أكتب باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية؟ أحسنتم أكتب صور باللغة العربية وفوتوز باللغة الإنجليزية أختار أحد هاتين الكلمتين حينها يظهر لدي تطبيق الصور أنقر عليه تظهر الصور التي موجودة لدي في جهاز الحاسب لدي أختار الصورة التي أريدها صورة الدراجة والسيارة بعد ذلك نبدأ بالقص قص الصورة من خلال تحرير الصور أختار قص وتدوير كما ترون هنا أقوم بسحب الإطار على الصورة التي ترغب فيها كما ترون هنا أنا أقوم بسحب الإطار كما ترون ضللت السيارة أي أنها سوف تقص هذه السيارة سوف تقص اخترت الدراجة وقفت عند الدراجة ماذا أفعل بعد ذلك؟ إذا اخترت الإطار الجديد للصورة أنقر على حفظ أنقر على ماذا؟ حفظ نلاحظ أن الجزء الذي قمنا بقصه اختفى من الصورة أي أن السيارة اختفت وقصت بقي ماذا لدينا؟ رائع الدراجة أما لتدوير الصورة كيف نقوم بتدويرها؟ تذكروا معي لتدوير الصورة أضغط على زر قص وتدوير بعد ذلك أضغط على زر أو تدوير كلمة تدوير ماذا نلاحظ؟ قد استدارت الدراجة وكل مرة أضغط على تدوير تستدير الدراجة كما ترون هذا ما رأيناه وتعلمناه أيضا تعلمنا تطبيق التأثيرات على الصورة تصفية أنه يمكن إضافة تحسينات على الصورة إذا كانت بحاجة إليها قد نحتاج إلى زيادة سطوع الصورة أو تغيير ألوانها يمكن أن نضيف هذه التحسينات وهذه التعديلات أيضا على الصورة كيف ذلك؟ هيا لاحظوا الفرق بين هاتين الصورتين كما ترون أضفنا بعض التعديلات في الصورة الثانية باللون والسطوع كما ترون من خلال عوامل التصفية ولكن كيف أضفنا تأثيرات على الصورة؟ هيا نبحث عن الصورة أولا من خلال خيار البحث الموجود على شريط المهام أسفل سطح المكتب ماذا أكتب؟ أحسنتم صور أو فوتوز يظهر لدي التطبيق أقوم بالنقر عليه فتظهر لدي الصور أختار الصورة التي أريد أن أطبق عليها عوامل التصفية أو التأثيرات أخترت صورة الزهرة بعد ذلك أنقر على تحرير حينها تظهر لدي عوامل التصفية المتنوعة أختار منها ما يناسبني كما ترون أختار عوامل التصفية المناسبة أو التي أريدها أخترت هذا كما ترون تغير لون الزهرة ممكن أن نختار من بين مجموعة خيارات في الترز التي ستظهر اخترنا هذا الخيار واخترنا خيارا آخر كما ترون هنا عندما وضعت الصورة الثلاث مع بعضهم رأينا الفرق الصورة رقم واحد هي الصورة الأصلية والصورة رقم اثنان بعد تطبيق عوامل التصفية والصورة رقم ثلاثة بعد تطبيق أيضا عامل تصفية آخر كما ترون الفرق بين ألوان صورة الزهرة ماذا سنتعلم اليوم إذن؟ سوف نتعلم درجة اللون تغيير درجة اللون ودرجة الصطوع كيف ذلك؟ يمكن زيادة صطوع الصورة ودرجة اللون من خيار تعديلات نرى هنا لدينا تعديلات الإضاءة ولدينا هنا تعديلات اللون نستطيع جعل تعديلات الإضاءة فاتحة أو أيضا نستطيع تغيير درجة اللون كما نرى هنا الفرق بين الصورتين إذن مرة ثانية سوف نتعلم اليوم كيف نغير درجة اللون ودرجة الصطوع قلنا أنه يمكن زيادة ماذا؟ يمكن زيادة سطوع الصورة كذلك تغيير درجة اللون من خيار ماذا؟ تعديلات أين هو خيار تعديلات؟ هذا هو خيار تعديلات في الأعلى أنقر عليه نقرنا عليه تظهر لدي هذه الخيارات لدي تعديل الإضاءة كما ترون فاتح اخترنا فاتح أو تعديل اللون كما نرى هنا نستطيع بواسطة تعديل الإضاءة وتعديل اللون أن نغير في شكل الصورة وفي ألوان الصورة الأساسية لاحظوا الفرق بين الصورة رقم واحد أو الصورة الأولى والصورة الثانية كما ترون فرق في درجة اللون هذه الصورة الأساسية كما ترون هنا وهنا بعد تعديل اللون ودرجة اللون إذن نستطيع تعديل درجة اللون ودرجة الصطوع من خلال خيار تعديلات تعلمنا اليوم أيضا خيار آخر هو تعديل الإضاءة وتعديل اللون أحسنتم لدي الآن نشاط صغير هيا نذهب لصبرتنا لنقرأ نشاطنا اختر الصورة التي تم تعديل درجة اختر الصورة التي تم تعديل درجة اللون عليها لدي أقلام ملونة هذه الصورة الأساسية من هاتين الصورتين أين هي الصورة التي قمنا بتعديل درجة اللون هذه الصورة رقم واحد وهذه الثانية وهذه الصورة الأساسية أين الصورة التي عدلنا اللون؟ هل هذه هي الصورة؟ هي نفس الصورة الأساسية لم نقم بتعديل درجة اللون فيها أحسنتم لا نختارها ماذا عن الصورة الثانية؟ نعم هي التي نختارها فهي التي قمنا بتعديل درجة اللون بها أضع علامة صح إذن اخترنا الصورة الصحيحة التي قمنا بتعديل درجة اللون عليها نشاط آخر على شاشتنا ضع العلامة المنحسبة يمكن زيادة سطوع الصورة ودرجة اللون كما فعلنا قبل قليل هل فعلا ممكن زيادة سطوع الصورة ودرجة اللون؟ لاحظوا الفرق بين الصورتين غيرنا درجة اللون ودرجة السطوع نعم إذن هذه العبارة صحيحة يمكن زيادة سطوع الصورة وممكن تغيير درجة اللون لدي الآن توصيات اللولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلمه تعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلمه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته